علاج جديد بشرت فيه الولايات المتحدة مرض الكبد الدهني بعد أن أجازت السلطات الصحية الأمريكية أولى علاج للشكل الحاد من الكبد الدهني جالباً معه الأمل وفق ما اعتبرته وكالة الكبد الأمريكية كونه مرض يصيب الملايين من مواطنها فالكبد الدهني ووفق المؤسسة من المتوقع أن يصبح السبب الرئيسي لعمليات الزراعة بحلول 2025 في أمريكا وانتشار المرض حول العالم وفق الباحثين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبدانة والذي قد يؤدي التراكم الغير طبيعي للدهون إلى التهاب الكبد قبل أن يتحول إلى تليف أو حتى سرطان فبحبة واحدة يومياً الآن إضافة إلى اتباع نظام غذائي سليم والرياضة ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على أضرار المرض لحظة تاريخية توجت 15 عاماً من البحوث وصفها مدير شركة مادرقل للصناعات الدوائية بعد أن صرحت الشركة بأن العلاج سيتاح للمرضى الشهر القادم